أولاً بحقيك على الاسم بستان الإبداع وبستان الإبداع ده ملوش آخر يعني كل شوية هنلاقي فيه جمال على جمال إش معنى اخترت مجمع الأديان والكنيسة المعلقة تبقى البداية لأطفالنا إنه هم يطلوا كده على بستان الإبداع من خلالها هي الحقيقة الكنيسة المعلقة دي الجولة الخميسة اللي فات دي كانت النهاية مش البداية تمام المشروع بادئ من آخر يوليو 2023 جميل ده كان بدعوة من صديقي وأخويا الفنان دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنان التشكيلية لأنه عارف إنه أنا ليه تاريخ طويل في هذا المجال إلى جانب كوني فناناً وناقداً فأنا اخترت أحب مصر ببساطة يعني أحب مصر عن طريق الطفل والطفل وإنت محابي هتحس فعلاً إنك في بستان عشان كده لما طلب مني المشروع ده من الدكتور وليد أنا اللي اخترت الاسم ده عشان الطفل محتاج يحس إن البلد مصري يعني يحس بوزنها وإنها دائماً بستان لأن ده ضد تسليع البلد إن السكر غيلي تبقى البلد وحشة السكر رخص تبقى البلد جميلة ده نوع من أنواع التسليع اللي بيوصل الطفل لرباط مادي نفعي بالوطن والأوطان ليست هكذا جميل الوطن أنت بتاخده على بعضه بكتش على بعضه وليس هكذا الانتماء ولا الهوية الهوية بتتأسس منين؟ من الشمس والهوى والنسمة والخضرة ومسألة العطاء المتبادل بين البلد والمواطن هي مش هتديني قد كده يبقى هديك قد كده الحزبة مش كده خالص وإلا كانوا اللي عجبها في حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر كانوا حسبوها كده لكن دول ما حسبوهاش كده طيب فكرت إزاي؟ وقلت أنا هاخد خمسين طفل على أساس إيه؟ وإيه سنهم؟ إحنا كل جولة دي جولة بتاع الكنيسة المعلقة دي كانت الجولة رقم 23 الأخيرة دي الأخيرة يا 22 جولة سبقوها في أماكن أسرين كلها في القاهرة وأنا هخرج من هنا لا مش كلها في القاهرة وأنا هخرج من عندكم من هنا إن شاء الله على جولة النهاردة في بقية مجمع الأديان اللي حضرتك ذكرتها إحنا ندي بقى مع حضرتك بالزبط نجي البستان نجي الضم للبستان معكو على الموضع لكل حبايب البلد لإن إحنا في مرحلة حساسة جدا والشائع إن فيه أزمة اقتصادية فأنا مش عايز الأزمة الاقتصادية هتعدي على جسد الطفل ترجمة نانسي قنقر